ديع أسطوري لأسطورة كرة القدم البرازيلية النجم بيلي ربما في المكان اللي العالم كله عرفه منه من المستطيل الأخطر من الساحة اللي سجل فيها أكبر عدد ممكن من الأهداف كلنا عارفيني أن بيلي استطاع أنه هو يجلب لبلده البرازيل ثلاث مرات فوز في كأس العالم البرازيل هي أكبر دولة في العام خدت بطولات كأس العالم هي خدتها خمس مرات بليل وحده كان سبب رئيسي جدا فيه أنه هو يحقق الفوز لمنتخب بلاده ثلاث مرات وده رقم قياسي وده بالنسبة عالميا هي أكتر دولة في العالم خدت بطولات كأس العالم لا حدث ربما يعني أو لا صوت يعلم فوق صوت وفاة هذا النجم العالمي ولا اهتمام من كل الصحف الرياضية العالمية يضغى على هذا الأمر الكل ربما حزين على رحيل الأسطورة البرازيلية محليا فوز النادي الأهلي بثلاثية على بيرامدز وهزيمة الزمالك أمام أسوان بثنائية كانت أبرز المشاهد على الساحة المحلية نتائج ربما بتعود بالنادي الأهلي إلى قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يبقى بها الزمالك في المركز الثاني في انتظار لقاء فيوتشار اليوم أمام نادي سموح وبكده تشتعل مسابقة الدوري العامة مرة أخرى في أسبوعها الحادي عشر خلونا نتكلم أكتر عن المباريات دي معنا في السوديو الأستاذ عبد الحميد فرق النقد الرياضي سيحلل معنا هذه المشاهد صباح الخير يا فقط صباح الخير عليكم مصطفى صباح الخير يا منا وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأول صباح الخير عليكم ماما بي ليه هو الحدث الأبرز عالميا قبل ما نخش المحلية صحيح طبعا العالم تكلم إزاي الصحف الرياضية العالمية تكلمت إزاي عن وداع هذه الأسطورة الناس يعني لما بيسام حد بيرحل من هؤلاء المشاهير بيعملوا زي بريف كده عنه بيعملوا زي بيسموه بلغة الصحفة بروفايل كتبوا إيه شوف خلينا نقول طبعا إن هو ده حزين جدا لواحد من أهم أساطير الكرة في العالم مش بس في البرازيل هداف التاريخي في بلده راجل محقق أكبر إنجاز ما أعتقدش إن من الممكن إن احنا نشوفه في الفترة الجاية دي تلاتة كاس عالم لعب يتوج بتلات بطولات كاس عالم في التاريخ دي حاجة كبيرة جدا حتى إن ما بحبش أنا المقارنات ولكن كان فيه مقارنة كده بشكل بليه في عصره مقارنة بالنجوم اللي عدوه بعد كده في العصور اللي جاي نتعارف الكرة كل يوم وكل سنة بتتطور عن اللي قبلها بليه كان سابق عصره بكتير جدا جدا وكان فارق جدا عن كل اللي عيب يجيله لعب أسطوري بمعنى الكلمة في طريقة تسجيله للأهداف في طريقة مراوغيته في طريقة صناعته للأهداف عادل الأهداف اللي لعبها عادل مراوغيت اللي لعبها راجل يعني بجد بيسطر تاريخ يحسب ليه هو في المقام الأول ولبلده أيضا البرازيل بيأكد بيها أن هي رقم واحد في كرة القدم وزي ما قلنا ثلاث ألقاب من خمسة كان أهم حاجة اتقالت أو أهم جزء أو تصريح عنوان رئيس يتقال من رأس كرة القدم في العالم سويس ريجياني إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي للفيفا أنه هو بينعى بليه كان بيتمنى أو بيطلق مبادرة أتمنى أنها فعلا تلاقي صدى ومرضود من كل دول العالم أنه هو نفسه اسم بليه يكون موجود على كل استاد في كل دولة من دول العالم وهو يستحق ذلك بليه أنه هو يكون ليه نقدر نقول توصيق وترسيخ لإسم الأسطور والتكريم لإسم الأسطوري دوت يكون موجود في كل دول العالم أتمنى بقى نشوف كده بردو عندنا في مصر أحد الملاعب يكون بإسم الراحل الكبير أو الأسطورة الكبيرة بليه خسرنا من فترة بسيطة أو من سليم بسيطة ديجو مارادونا وهو أحد الأسطير وبيلحق به الأسطورة الأخرى في زمنه في الفترة السابقة بليه النجم البرازيلي طبعا مش سهل أن تشوف نجوم بالعظمة دي وبالأسماء دي وبالأرقام دي طبعا بننعاكل له وإن شاء الله نشوف عناصر جاية جديدة سواء من البرازيل أو من طوال العالم ديها المتعة وزينا بنقول كده كرة القدم اللي هي بتبقى بنستمتع بها في العالم كله